كده أنا أنا بقول لك الزمالك السنة دي مشكلته في تكوين الفرقة ما عندكش لعبة مختلفة في الأدوار كله شبه بعض أو معظم حتى حتى الحتة اللي غورة الوحيد اللي عنده صراعاته وقوة بلعب بدماغه بتاع الوينش صح والباقي هتلاقي برضو ده عنده مهارة من المهارات بالزبط يعني واحدة دي واحدة دي شبه بعض بالزبط أو ممكن نقول الوحيد اللي سير دي باكعان متكامل إلى حد ما الوينش بالزبط كورته كويسة بلعب بدماغه كويس عنده خبرات عنده كذا فعشان كده يا كريم نتفق نختلف نادي الزمالك السنة الجاية محتاج تدعيم لو ما دعمتش الدنيا هتبقى صعب طب لو سألتك الزمالك محتاج تدعيم بكام لعبة بتقول لي كام رقم مع الراجل ده ومع اللي موجودة ممكن أربع خمس لعبة بس؟ بس اللي انت النهاردة فكل خط محتاج محتاج يعني انت النهاردة محتاج سير دي باك محمود أنا شايف محمود علاء والوينش ربنا يا شفقي لو رجعوا اللي اتنين دول انت مش محتاج سير دي باك تمام عندك فتوح يشتغل كويس بس محتاج مع باكلفت ممكن حاتم يعني ها يكتسب خبراته وحيروح قلمبات ويبقى موجود معه تمام حتة الباكرايت انت عندك حمزة المسلوسة لا محتاج مع فردة كويسة تمام ستة انت محتاج واحد ستة تمانية انت محتاج رب ده اكتر مركز عندك في الملعب اه في التشكيلة اهمة كريم لا لا نقصد انت الستة ده تحديدا انت عندك منه كتير وفي نفس الوقت بتقول انت عايز ستة بالزبط فانت بتقول ان الكواليتي اللي موجود هو رقم ستة يبي يعمل ادوار بس مش احسن حالي حريم اهم لعيب في الحداشر لعيب ايوه ولا تقولي حارس مرمى ولا تقولي فرود ستة ستة انت عارف نونو سانتو بتاع تحاد جدة اه عنده طريق حامد وعنده كانتي وجاب فابانيو النهاردة ليه يا تلاتة جابدين جدة يا واحد من الافضل اللي عبين في افراقيا طريق حامد واثنين من الافضل اللي عبت العالم كانتي وفابانيو بالزبط اهم مركز في وجهة نظري في الملعب ستة مية في المية مية في المية ليه انت اول حاجة بيوصلش حاجة الجن يعني انت النهاردة لو عندك انت بتقولي التلاتة اللي عندك دول طريق حامد وكانتي وفابانيو لو دول في نص ملعب مرصوصين كده خلاص كل ساون طاير بقى طاير بقى بنزيمة قدامه خلاص والراجل البرازيلي اللي هو الانيو لأ في الو الاتحال جادة اللي هو رخماية اللي هو هداف الدولة ده وبنزيمة وطاير بقى الباقي وحمد الله تقصد وحمد الله اه اه عشان كده بقولك الزمالك محتاج بس مواصفته يبقى كريمة اولا لازم بيلعب دماغه كويس عشان انت الكورة طويلة مش لازم توصل لخط الدفاع كورته كويسة يطلع بالكورة كويس اه انت محتاج انا بفوجة نظري ستة الزمالك محتاج ستة بمواصفات معينة اه تمانية محتاج عشرة محتاج اه ومحتاج طبعا طرف بديل لزيزو وطرف نحتلمين مين من الاسماء اللي في الماركت شايفها مهمة تبقى موجودة في الزمالك في المستقبل؟ اسم او اتنين مش لازم تقولي بقى كل الماركز دي اسماء يعني انت في العيبة انت شايف ان لو جات الزمالك تخش المنظومة دي وبسرعة تندم لو عندك مكان محترف اه الباقي رايب بتاع فاركو اه انكادة انكادة صح ده واحد تمام ناصر ماهر اه محتاجه مم محتاج ممكن محمود حمادة مهم جدا يعني انا بقولك دول اهمية ثلاثة اللي ممكن في دماء غير وقت ردا بوبو خلاص راح بقى برامد لو في امكانية تجيب فخر الدين بن يوسف ينفع فنانة الزمالك انا بردو سواء اللي انا بردو يعني راجل خلاص عقده انتها مع برامد لعيب دولي ويقدر يلعب لك فرود ويقدر يلعب لك تقطر في شمال وماشاء الله مواصفات بردو بدنين بن يوسف اه فخر الدين بن يوسف انا شايف الاربعة دول لو نادية الزمالك ستة اه ما قدرش اقولك يعني في مصر اتمنى يعني طاري حمد اللي لو في امكانية يرجع الزمالك يعني مفيه ستة برضو خد عينيف ممكن مهند لاشين بس مهند لاشين برضو راح برامد فدول ممكن ابرز الاسماء اللي ممكن يعني دول انا في دماغي الوقت يعني